بعد منحها سابقا لأربع رخص لاستراد السيارات ها هي وزارة الصناعة تضيف للقائمة ثلاثة مستوردين رخص تحمل صفة الاستثناء ولن تمكن أصحابها من استراد السيارات إلا بعد تلقي الرخص النهائية الأمر هو الذي قد يؤجل قدوم أول سيارة إلى الجزائر حتى عام 2022 وفي أحسن حال نهاية السنة الحالية على حسب بشرة نشوف وعلى حسب الطوعات من دوعي راح ينطلق في 2022 عملية طال معها أمد انتظار الجزائريين وقد تكون الصدمة أكبر مع أسعار السيارات وانخفاض قيمة الدنار الآن إشكالية الأخرى هي تقنية تتمثل في الأسعار التي ستحدد أسعار هذه المركبات عموما والتي لها محددات كثيرة من بينها اليوم الطلب والعرض وإعادة النشاط الاقتصادي الذي قد يستسبب في ارتفاع الأسعار إضافة إلى المحدد الآخر الذي هو انخفاض قيمة الدنار وآثاره على الاستيراد وبالتالي سنقع في أسعار يعني حتى يتم تحديدها فيما بعد سنقع في أسعار مرتفعة كثيرا بالنسبة لما هو عليه الحال الآن والسبب الرئيسي في ذلك هو انخفاض قيمة العملة كورونا هو الآخر سيلقي بظلاله على العملية من خلال حصر تحركات الوكلاء من جهة ومن جهة أخرى آثار الفيروس على المصانع وحركة النقل حول العالم